السلام عليكم ورحبا بكم معي في فيديو جديد في قناة نيسرين ايم ايل شانل نتمنى انكم تكونوا بخيروا على خير اليوم في هذا الفيديو اتحطى لبعض الأخوات ستشوفوا معي طريقة التحدي الرايب اللي كنت احضرتها معكم ذلك العام و الفيديو عاد بذلك يطلع هذا العام فجوني بزاف ديال التساؤلات بزاف ديال الناس صاوبوه وما صدقش محاهم لانهم ما تبعوش بعض الخطوات اللي خصوم يتبعوهم بالضبط اتحطكم تفرجوا في فيديو ملو وحتى الاخر وما تفلمتوا حتى خطوه هكا باش ينجح معاكم الرايب اللي كيعقاد في 15 دقيقة طريقة سهلة بزاف نتمنى ان شاء الله انكم تشوفوا الفيديو و تديروا واحد لايك و تبرتجيه مع الاهل و الاصدقاء المهم بالنسبة المكونات غادي نحتاجوا يطروا ديال الحليب انا ذاك العام ساوتوا معاكم بالحليب اللي يعني كان شريوه ديال اللعبار ديال الباقر هاد المرة ساوتوا معاكم بالحليب العادي باش هكا لكن جيدا يستطيع سيعقبه كل شيء استعداد يصيبه الدقيقة هنا يصنيع المرة يفق الفطر و تضعسم كمية السكر السكر يقضر الا انه يفتغيه او حتى يفى شغل الحليب اه Edge السكرين يحتاجون فلدانة حليب ضرطة سوف نضيف المرحلة حتى يفيد سوف نضيف الحليب سوف نضيف حرارة سوف نضيف باقي المكونات سوف نستعمل المروي بالحليب سوف نضيف 20 قرص و 15 درهم نضيف حليب نضيف حليب سوف نضيف لهم نضيف حليب يوجد طريقة التحضير لطريقة التحضير المهم فيها الكثير من الحوايج تقرأوها لتعرفوهم و لا يوجد شيء خطر بالعكس يساعد على الهضم الطريقة التي نستعمل هي الطريقة التحتانية التي يعقدنا الرايب في 15 دقيقة نضيف العلبة و الزبادي نضيف حرف كمه والرهان نضيف طريقة التحضير بالنسبة لطريقة التحضير سوف تأخذوا واحد القرص سوف تأخذوا واحد المعالقة أو اللاكاس و سوف تضغطوا عليهم جيدا حتى يكون غبرة يجب أن يكون مسحوق و سوف تستعملوه إذا اخذتوا هذه القرص كدرته مثلا في الحليب فلا سوف يعطيكم التنتيجة لا يدوب المهم أن تفردوهم جيدا وتردوهم مسحوق وتضعوه على جنب بالنسبة للحليب سوف نقص منه ثلاثة المعالقة أو اللاكاس المهم هو كمية صغيرة سوف نضيفها لكي تبردوها لأن هذه الكمية تريدها تكون باردة تماما يجب أن نحرك حتى يكون دافئ من بعد مدفال الحليب صافئ أو دافئ أخذت هذه الكمية التي كنت نقصت الحليب التي بردت تماما سوف نضيفها المسحوق القرص التي وجدناها من قبل سوف نضيفها العلبة ياغورت بالنكهة التي تريدها تضيفها أيضا درهم لأن هذه الوصفة ليس ضروري فيها كبير جدرهم لكي يعطيك نتيجة مهم بالنسبة للحليب سوف تحرق هذا الحليب سوف تحرق الحليب لا يحرق وعندما تحرق هذا الحليب بالنسبة لكي تضيف هذا الوصف مع المسحوق الذي يحرق مع حليب حليب ومجزئ ومجزئ لتطرب اليدوي لكي ينسج لكم المكونات بعد تفرغ مباشرة تحرق هذا الحليب جيد ومجزئ تحرق ومجزئ حتى تدود 15 دقائق ومجزئ تحرق فيهم ومجزئ تحرق ومجزئ يجب ومجزئ 15 دقائق يجب ومجزئ تمت المهم ضغية لأنه يجب أن يكون برد بسهل بسهل و يجب أن يكون لديد في مدى نقطع حتى يجرب في 8 سنه و يجب أن يصدق حتى يجب أن يكون لا يصدق فهذه طريقة ناجحة 100% و تختصر فيها الوقت و يجب أن تكون سهلا بسهل إن شاء الله تعجبكم الوصفة اليوم إلا عجبتكم لا تنسوش أنكم تخليوا لي واحد لايك للفيديو وتبارتجيوه مع الأهل والأصدقاء ونسلي أول مرة كيشوفوا القناة كنقول لكم مرحبا بكم فاشتركوا وفعلوا جرس هكرا وشبقي يصلكم